جايلكم بنفرد مهمة اوي اعمل افكرة اقوله لكم دلوقتي ولا استنى اصيبوا البكرة اصيبش اسيبوا البكرة لا خلينا نقوله دلوقتي عمر كمال عبدالواحد ممكن تعتبروه خلاص في النادي الاهلي وفي يناير واحدة واحدة ركز معاي احبش هده الكلام اللي هو بتاع انفراضات وقفش عارف ايه وتكسير اعظام وكلام ده كله ببساطة شديدة احكي لك الحكاية وتعرف لي عمر كمال عبدالواحد اصبح على وشك الدخول جوا النادي الاهلي هو خلاص هيبقى لعفة النادي الاهلي هيخش امتى النادي الاهلي ده اللي جاي الاهلي اتم الاتفاق تماما تماما في كل التفاصيل الادارية والمالية مع عمر كمال عبدالواحد تمام والنادي الاهلي احتراما لنادي مودرن فيوتشر عايز ياخد عمر كمال عبدالواحد في شهر يناير القادم مقابل مبلغ مالي الاهلي ممكن ياخد عمر كمال عبدالواحد نهاية الموسم ببلاشة ببلاشة بس هو احتراما لنادي مودرن فيوتشر اللي بتربطه علاقات جيدة مع ادارة النادي الاهلي واحتراما لموقف اللاعب اللي رفض انه يتحرك او يمدي او يوقع او يتفق الا بموافقة نادي اللي هو نادي مودرن فيوتشر فالنادي الاهلي الان يجهز المقابل المالي لنادي مودرن فيوتشر عشان ياخد عمر كمال عبدالواحد في يناير مش في اخر السنة ويصبح لعباً رسمياً في النادي الاهلي في شهر يناير القادم عمر كمال عبدالواحد للنادي الاهلي تقول لي لا دا لسه في زمالك وفي بيراميدز وفي مصري كل دول عايزين عمر كمال عبدالواحد بس اللي انهى الامور النادي الاهلي بمبركة من مارس الكلر اللي شايفه لعب مهم و هيكون اضافة لنادي الاهلي الفترة القادمة نحن نتحدث عن صفقة جديدة للنادي الاهلي في شهر يناير هو عمر كمال عبدالوحد ده خبر فيه بعد شوية خبر تاني يخص لاعب حيروح النادي الاهلي بس خليك معي شوية